كائل فل على عيونكم معكم في قناة اكل وقصة والنهاردة هنعمل مع بعض حاجة كده جميل لا حاجة عظمة احلى حاجة ممكن تعملها في الشتاء هنعمل طاغن ام وعلي الامر بطريقة اهلا وبسيطة وتزيين جميل جوزي كان نفسي فيه وقال لي لا انا هروح اكله في القهوة انا سكتنى واتر له لا والله اللي هعمله لك في البيت بطريقة اهلا وبسيطة واوفر بكتير 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 وعملنا بدل الطاغن اثنين وثلاثا كمان هقول لك على افطر كتير تقدار تعملي بيها احلى ام وعلي تاكل سوابعك وراها شايفين الجمل والطعامة دايبة دوابان مع اللبن ولا الاشطة يا لهوة عالجمل يلا بينا على الطريقة اول حاجة معي هنا رؤاء ناشط عندك رؤاء عندك كروسوف عندك اه جلاش دايما تحب تقدار تعمليها بالطريقة اللي تاجيك مكسرات بقى مشكلة كانت من بقى ايه عندي من رمضان لو مكسرات عندك قديمة خديها تحميسة كده صغيرة ديئتين على النار حسى عشان تاخذ لون ومعايا كيلو لبن ومعايا فانيليا شايفين مقدير بتاعتي بسيطة ازاي وكمان هاديف عليهم صغيرة تجيب بقى طاصة كبيرة حالة كبيرة حسب الكمية اللي عندك كون انكسر الرؤاء بتاعك وتبدا يتقلبي فيه على النار يتحمر لو انت هتعملي الجلاش هتعملي نفس الخطوة دي هتحمري الجلاش لحد ما لونه يبقى ده بفاتح حواريك دلوقتي الدرجة بتاعت اللون الفاتح لو هتستخدمي القروسو او العيش الفينه هتستخدمي زي ما هو كده تقطعي وتبدأ تنزلي عليه باللبن ان هو المغني لكن انا بحبها بالرؤاء جدا وطبعا في ناس بتحب تعملها بعجينة الملفي بتطلع طعمها تحت ولكن انا اعزها قوي امو علي بالرؤاء شايفين الجميل لون دهبي كده ويا دوبت اخذت التشويحة بتاعت استمنى معي بقى هنا كيلو من اللبن الكيلو ده بالضبط مضبوط على الاربع طواجن من اللي انتوا شايفينو حسب بعمت عميلي لو حبت عميلي كمية قال قال لي اللبن انا طبعا حطيت على كل اه طواجن من اللي انا هستخدمه معلقة كبيرة من السكر فاستخدمت اربع معالق كبار من السكر رجع معلقة صغيرا من بنية وقلبتهم على النار وصفة الخليط ده بس يغلي على النار شايفين خطواتي سهلة وبسيطة خمرنا الرؤاء وركلناها على جنب سيبناها بس يبرد شوية صغيرين وغلين اللبن بتاعنا مع السكر والبنية طفيت كده عليه ده شكل الرؤاء بتاعي بعد ما بقى لونه ذهبي شايفينو شكل حلو ازاي عايز اقول لكم الارمشة ولا الريحة فضيعة حاجة كده امر قوي جربوه هيعجبكم جدا بالرؤاء بعد كده بقى جهزت التواجن بتاعتي المهمة قبل انت تحطي التواجن بتاعتي في الصانية او حاجة عشان تقدر تطلعيها بكل سهولة وتتلسعش لقدر الله من الفورن وتقدري يعني تفرغي التواجن بكل سهولة لانها بطلعة سخنة جدا مولاها لقدر الله لوقعت على ايدك او على رجلك يعني مش هتبقى حاجة كويسة خاطئة وحطيها في صانية زي ما انا حطها كده اي صانية المونية عندك وبدا يحطي الطبقات بتاعتك انا حطيت جزء من الرؤاء بتاعي المتحمل وشوية بقى من المكسرات كان عندي زبيب جزء هند حط سوداني كان عندي شوية دوز وبندق كده من باقيين من رمضان عندك ما فيش مشكلة ما عندك ايش تجيب شوية سوداني كده بتلاتك دي سوداني من عند المقلة على اول الشارع وحطيه مصرفي نفسك بشوية جزء هند وحطط لها احلى ومعالي ممكن تدقيها في حياتي حطيت بقى انا الجزء الهند التاعي بعد كده غطيت الرؤاء بتاعي انا بحب بقى ايه احط طبقا من الرؤاء كده جميلة يعني يكون الطواج المليان على اهرو وبحب بقى انا الزبيب بالزيادة يعني انا حطيت زبيب في النص شوية صغيرين انا حرج عدو الزبيب كامل طبعا شايفين العلبة دي دي اللي بتقشطة كنت بلين مها من على وش اللبن عندك قشطة مفيش مشكلة استخداميها هتدي طعم حكاية ما عنديكيش حطي حتة زبدة او معلقة ثمنة هيدو طعمة برضو يعني ما عنديكيش خالط ممكن تستغني عنها طبعا اصحابي القلوب الضعيفة والضايطي يعني ايه الموضوع هيبقى صعب معاون جدا لان الحوار من الاول والاخر وبين ثمنة وقشطة حوار كبير قوي دايما قلت لكم ان انا بحب الزبيب جدا فزودت الزبيب بتاعي هننزل بقى باللبن اللي بيرني كده على الرؤاق ونسيبه يتشرب مع بعضه زي ما انتم شايفين كده هسيبه خمس دقائق عبال ما جاهز بقى ايه الوش الامر اللي انتم بتشوفه دايما في المحلات وتدفعه في الطاغل الشيء البولاني علشان خاطر تاخدوا الوش الحلو ده هنعمل شوية كريم شونسي ونحطوهم على الوش مفيش ابسط من كده معايا كده نص قبايا من اللبن المسلج ومعايا كيس من الكريم شونسي ممكن تستبدلي اللبن المسلج او اللبن السائع بنص قبايا من المياه السائع زي ما تحبي ان يتوفر عندك طب انا ما عنديش كريم شونسي ومعنديش لبن اعمل ايه حطي طبقة اشتا كده على الوش وحطيها تحت الشوية مش هتقول لا هتطلع وشها جميل وطعمها حلوة هتطلع دايبة وجميلة وغنية كده ودايبة دوابان ده شكل بقى ايه التواجم بعد ما سيتهم شوية زغيرين هايز اقول لكم ان الرؤية اخد وده مع اللبن كده وبدأ يتشراوه مع بعض انا بقى هنا كده حطيت الكريم شونسي في كيس كده علشان خاطر اساهل على نفسي ان انا اقدر افرد الكريم على وش الطاغل من غير ما الدنيا تتبهدل مني دايما شايفين كده بافرده كده يعني ايه كروكي يعني مش مش بطريقة معينة ولا بشكل معين انا بس عايزة اطمن ان كل حاجة كل قطعة من الفراغات متغطية بالكريم عشان تذيكي اللون الامر اللي شوفتيه في اول الفيديو اول اللي هتشوفين ان شاء الله في اخر الفيديو زي ما انتم شايفين كده طريقتنا سهلة وبسيطة انا عزة اقول لكم ان انا كمان انا ام طاجن المعالي ده مرتبط طعية بالشتة بطريقة فضيعة يا ما الجو سائع كده جدا وتومي اي ما عامل الطاجن ده واكلها بقى في وسط الساعة والشتة بيدي اجواء جميلة جدا زي ما انتم شايفين كده فردت كريم فانسية على الوش يعني اعزوني يا جماعة بقى هي الاكلة دي بتحب ايه الاشتة حبيت احط بقى ايه اشتة كمان على الوش بس دي خطوة اختياري تقدر تستغني عنها انا بحب الاشتة فيها وبحبها تبقى غنية كده وتعمل الاشتة يبقى قوم فيها هنحطها ونولع عليها الشوية ونفضل نلف للصانية شوية صغيرين لحد ما تاخد اللون الاول اللي انتم شايفينه ده انا مش عايزاها تتحرق منك انا عايزاها يا دوبك تاخد اول درجة من درجات اللون الاشقر عايز اقول لك لازم انت تبعيها لان هي ما بتاخدش وقت يعني يا دوبك خمس دايق او تلات دايق اللي هي اخدت اللون اللي انتم شايفينه التزيين بقى اختياري حابة تزيني بالصوصات انا زينتي هنا بصوص الكرامل وحزين بصوص القناولة حابة تحط شوية مكسرات على الوش وحابة جوز هند حتطلع جميلة جدا كعندك شوية فزق كده كده بقيين من رمضان تقداري تزيني بينهم بيزدلونوا شكل جميل جدا ممكن كمان تزيني بقى ايه التزيينة اللي بزينوها بقى في المطاعم والاهيو بتدفعوا فيها مبالس كبيرة تزينوها بشوية فاكهة انا كان عندي شوية موز وفراولة بدأت ارص ايه 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 رصة من الفراولة والموز طبقات كده فوق بعض واعمل شكل زي شكل الوردة تقداري تعمليها بالطريقة اللي تاجبت تتزينيها بالطريقة اللي تتنسبت لو عندي كيوي كمان بها ما اقول كيش بتطلع طعمها تحفة في الفم وعلي اكتبوا لي بقى تحت في التعليقات لو جربتوا الطريقة دي وعملتوها ايه في التطبيقات تحت رأيوكم فيها ايه حيث اقول لكم ان طعم الرواء خاطير بجد خاطير وحستنى قراءكم وتعليقاتكم طبعا ايه زي ما نشايفين كده انا رصيت رصة كده من الفراولة وحابة من موز وحطيت فراولية سغنونة في موز كده شكل الورد ده امر قوي الجزء الاخير ده بس احط عليه حابة مكسرات واحط عليه ايه شوية من الفزو الكاذب ايه يعني حاجة بسيطة كده من عندك عند الجزء ممكن ما عندكيش فاكها خالص ولا اي حاجة اقدميها زي ما هي وبقالتها انا مشايفة يا رب الوصفة تكون عجبتكم ايه لو احابين تشوفوا لي وصفات اختر دوسوا على علامة الجرس ولو اعجبكم الفيديو متسوش تعملوا اللايك الامر شكرا جنيك معنا مشاهدة وانت ضغمين فصفات اخرى باي باي